هسه من شنو يتكون الريبروديكتف سيستم بالمرضة راح تشعل الورغانز جهاز الريبروديكتف من الاكستيرنال الجينيثيالية العضاء الخارجية الفيجاينا المهبل واليوترس الرحم والفالوبيان تيوبس انا ما اتفالوب اللي تدخل من كلاه البيوض والاوفاريس صور واضحة طلاح ارسم هنا هذا عندنا الفيجاينا عبارة عن قنبوب متكون من ثلاث طبقات طبقة داخلية اللامينة بروبورية طبقة متكونة من عضلات وطبقة خارجية يعني نسيج ضام طبعا وطبقة رقيقة مو كلش بهذا اللامينة رسمته بس هذا بشكل عام طولة تقريبا من 9 الى 8 سنتيميتر مسؤول عن توصيل السائل المناوي الى اليوترس يوترس حتى يصير عملية الكونسوبشن وعملية تريد الطفل اليوترس هو شنو؟ اليوترس عبارة عن ماسكولر عضو متكون اكثر من عضلات يحتوي على طبقة اسمها اندوميتريوم اندوميتريوم يعني الطبقة الداخلية داخل طبعا هنا عندنا عضلات وهذه الطبقة الداخلية هذه الاندوميتريوم بيها توعية زيانة بيها بلات سبلاي ليش؟ هذه الطبقة المسؤولة عن استقبال الجنين واضحة؟ فهذه اندوميتريوم طبعا من يعرف الخلايا الظاهرية الموجودة بيها الابيثيليوم يا نوع؟ بالاندوميتريوم لا خطأ كولومينار هذه مهمة كلش سيمبل كولومينار أبيثيليوم يعني تكون مستطيل بهذا الشكل سيمبل لأنه مو من عدة طبقات من طبقة واحدة سيمبل كولومينار أبيثيليوم هذا الاندوميتريوم طبعا عندنا المايوميتريوم في هذه المنطقة متكون من عضلات هذه مايوميتريوم وعندنا الاندوميتريوم يعني الطبقة الخارجية واضح؟ ثلاث طبقات أيضا أهم طبقة عندنا الاندوميتريوم معرفة وهي مسؤولة عن استقبال الطفل هنا عندنا شيء الفالوبيان تيوب فالوبيان تيوب أو قراءة فالوب هذا القناة اللي عندما الأوفاريس هذه الأوفاريس تطرح البويضة هذه راح تروح عن طريق طبعا هنا عندنا فينجر لايك بروجيكشنز أشياء مايكو سأل أشياء تشبه الفينجر مثل الأصابع بالفالوبيان تيوب بالمقدمة فاين بريال هذه مسؤولة عن شنو أنه تأخذ البيضة وتوصلها داخل الفالوبيان تيوب طبعا الفالوبيان تيوب الخلايا هنا عندها سيليا شنو سيليا يعني أهداب تحرك من خلالها البيضة أو البويضة أول جزء هذا يسمو الان فين د بيو لوم شنو انفندبيولوم معناها القمعي قمعي يعني شبيه بالقمع يكون انفندبيولوم هذا اللي يستقبل البويضة من الأوباريز من المبايض المنطقة الثانية اسمها أم بولا الأمبولا المنطقة الثالثة اسمها الإسمس اسمس معناها التضيق هاي المنطقة المتضيقة الأمبولة المنطقة التي تجي ورها ال الفندبيولوم فهذه المنطقة الثالثة اسمها اسمس وبعدين راح ترتبط بال شنو فايدة هذا الرسم بمنطقة الأمبولة هاي هنان يصير الإخصاب للبيضة لما بالسبرم تمر من هذا المسار والبويضة راح يتمر بهذا المسار هاي المنطقة راح يصير بها أخصاب بالأمبولة هاي المنطقة يصير بها الأخصاب طبعا ورما يصير الأخصاب بالبويضة راح وين تنتقل عن طرق الأهداف راح تدفعها راح تنقلها للإندوميتريوم أو للويترس راح تنبت بالإندوميتريوم وراح تولد جنين. هنا انا اكو مشكلة. مرات في حالة اذا عدنا مشاكل التهابات بالفلوبيان تيوب. اذا عدنا مشاكل اخرى مثلا بالسيريا او بيعني اي مشاكل تؤدي لان الفلوبيان تيوب ما يؤدي عملها بشكل كامل. ش ممكن يصير عدنا هنا؟ زين وين راح يصير لكتبك براغنانسي؟ وين بالفلوبيان تيوب؟ بالامبولا هاي اكثر منطقة شائعة اكثر منطقة شائعة يصير بيها الاكتوبك براغنانسي بس تعريف بسيط للطلاب اللي ما يعفشون هالمصطلح اكتوبك براغنانسي هو الحمل المنتبذ اي شي نسميه اكتوبك معناها منتبذ يعني في غير محلة. المحلة طبيعي للحمل هو وين؟ داخل الرحم اذا صار اكتوبك براغنانسي معناها حمل خارج الرحم خارج الرحم ممكن يكون بالامبولا طبعا تلاحظون انا ارسمت اكو فراغ بين والقمع هذا الفراغ عبطا لا هذا الفراغ حقيقي موجود مرات هذا الجنين المخصب راح ينزل لان طبعا ما يقدر يمر ويروح ينبت بالبروتونيال كافتي داخل ممكن يحبل منتبث خارج اصلا الفلوبيان تيوب يصير ممكن يكون على جزء من الرحم وممكن يكون بالبروتونيال كافتي داخل المنطقة البروتونيال كافتي من ورا هذا الفراغ الموجود ممكن يرجع بالعاكس فهذا الشي مهم كلش لازم تنتبهوله بالاناتومي فالامبولا اكثر منطقة تصير بيها الاكتوبك برغنانسي بس بالفيجاينة اكو قلاند اسمها او بارثولين قلاند قلاند طبعا تفرض افرازات ترتب المهبل البرثولين او بارثولينس قلاند هذه ممكن تنسيت بسبب الانفكشن وصيرا عندنا بارثولينس سيست فهذه كلينيكالي قريتكم تعرفوه لانه راح نرجع عنها لانه راح نشرح البرثولينس سيست بس اذكر انه اوكو جلاند يترطب المهبل لها البرثولينس قلاند صدق نسيت يتكون طبقة الابيثيريوم مالتا من سكويماس ابيثيليوم نون كيرتينيز سكويماس ابيثيليوم جلدك كيرتينيز سكويماس ابيثيليوم يعني شنو يعني عدة طبقات سكويماس يعني يحرش في الشكل حرش في الشكل من عدة طبقات سكويماس ابيثيليوم حتى يتحملوا الضغط فهذا هنانا هاي المنطقة من الرحم يسموها السيرفيكس عنق الرحم هذه المنطقة يسموها السيرفيكس عنق الرحم هذه المنطقة يسموها ايضا مثل هذه التسمية منطقة المتضيقة من الرحم وهذا السيرفيكس. طبعا بيه الفتحة الخارجية وفتحة داخلية يسموها external oz و internal oz. فتحها هي من راح نجعل البرغنانسي راح نشرحها بالتفصل ما رد ادوخكم بيه هنا. بس حتى تعرفون هذه المنطقة المنطقة هذه السيرفيكس راح تكون بشكل لما نشوفها بالسبيكولم راح تكون بشكل دائرة. طبعا هنا عنق الرحم. هذا المنطقة هنا الفتحة اللي يدخل داخل الرحم من عدساء المنوي. هنا هاي المنطقة بيها colominal epithelium ال epithelium ما الرحم. المنطقة الخارجة هي epithelium نفس epithelium ما الفيجاينة. فش راح يصير عندنا هنا؟ هنا سيكويماس هنا colominal هنا transitional zone يسموها. المنطقة الانتقالية بيناتهم. هذه المنطقة مهم راح نشرح السيرفيكال كانسر هي اكثر منطقة يصبيها السلطة. فمن راح نشرح اكثر راح نجي عليها نرجع لها. راح نجي على بلوت سبلاي للليوترس. طبعا اليوترس هو شكله هرمي الشكل هرم نحو الاسفل. يعني مقلوب هرم مقلوب. بهذا الشكل. شكل هرمي مقلوب. هنانا هنانا عدنا القاعدة او الكوربوس هذه المنطقة راح نسميها البيس مالته. بس هنا نقطة. دا تشوفون لما ارسم الفيجاينا وارسم عنق الراحم. دا تشوفون اكون مجال بسيط من الجهتين. هذا المجال اسمه فورنيكس. 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 طبعا عدنا هذا المجال هو مجال فلاثي الابعاد. يعني هنانا نسوي لكم مجسم. هذا اللي اعتبرناه فيجاينا وهذا اليوترس. لما تشوفون هذا اليوترس راح يتموضع هنا اذا تشوفونك ومجال راح يبقى من كل الجهات طبعا. هذا يسميه فورنيكس هذا المجال. فمن نجي مني للاترال نقول لاترال فورنيكس. مني جي مني الامام انتيريير. بوستيريير. لاترال. لاترال فورنيكس وانتيريير. بوستيريير ولاترال. فورنيكس. البلد سبلايي راح يجينا. راح يجينا من اول شيء الوفيريان آرتري. الوفيريان آرتري. الراح يوزع البلد سبلايي بهذه الطريقة. وراح يجي يرتبط بال. الوفيريان آرتري. الوفيريان آرتري. اللي يجي من الاليك. اسف انتيرنا الاليك آرتري. الوفيريان آرتري. هذا اللي يجي من تقريبا. تي تين تقريبا. انا مستوى تي تين. اب دومنال أوورتة. طبعا مناطق الحوض. اكثر اللي يجيها هو دويلا بلد سبلايي. شنو دويلا بلد سبلايي. يعني توعية ثنائية. ليش. لان هذي المناطق حتى ليصير بها افتقال الدم. توعية ثنائية. اللي اللي يجي الـ ovaries والـ uterus عن طريق Arteryية عن طريق الـ Ovarian Artery Ovarian Artery الشريان اللي يجعل المبايض الـ Ovarian Artery اللي يجي من وين؟ من الـ Abdominal Aorta من الابهر وعندنا الـ Internal Ileac Artery اللي ينطينا الـ Uterian Artery فعندنا اثنيا هذين الاثنيا راح يكونون Anastomosis ترابط بيناتهم يخلون ثنائي للمنطقة حتى ما تموت في حالة في حالة الـ Hemorrhage من يصير عندنا Hemorrhage بالـ Postpartum Hemorrhage يعني نزيف ما بعد الولادة تعرفون شو راح نسوي؟ Degation المن؟ يعني راح نربط الـ Uterian Artery ليش نربطها؟ حتى لا يوصل دم أكثر حتى الـ Bleeding يقل 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 للنزيف بس رغم انه احنا سدينا الـ Uterian Artery هل راح تصير اسكيميا؟ هل راح يصير افتقار للدم؟ لا لا لان عدنا شنو تعويض راح يجي من وين؟ بس ش راح نكون؟ قللنا الـ Bleeding السؤال السألتلكم ماذا جاوبة هستا راح يجي؟ نحنرجع على السؤال يضح المناسب وتحكمين مع raising بعد الحوال لديها تصير سؤال وإن تصير انفتقار لله حول ويقال من الوطرس في هذا الوطرس ؟ تراس قد يبدأ سورة مهنع تراس من وين تراس تراس يقدر she had a unilateral hydronephrosis what caused it and what is the management راح اشرحها بالعربي واحدة عمرها 35 عام حامل وجدتي للمستشفى على المود تولد الطفل بعد الولادة صار نزيف قوي postpartum hemorrhage اللي هو نزيف بعد الولادة فرغبة منه في ايقاف هذا النزيف وديناها للسيرجري وديناها للجراحة قسم الجراحة لكن بعد الجراحة شفنا صارت عدها مشاكل باليورن مثلا نقول اوليغويوريا كمثال يعني قلة الادرار او مشاكل شفنا عدها فلانك بين مشاكل اخرى يعني تكون دائما مرتبطة بالرينال باثولوجي في هذه الحالة السؤال هنا بعد السيرجري سويناها على مدن وقف البليدين ليش صار عدنا هايدرو نفروسيس بس كبداية بسيطة هايدرو نفروسيس شنو معناها تعرفون حوض الكلية طبعا هذه الكلية هذا اليوريتر هذا اليوريتر الحالب هنا عدنا حوض الكلية فحوض الكلية هو المكان اللي يجمع به اليورن طبعا من بعد ما تصفيه الكلية وراح يجي عن طريق الحالب فالهايدرو نفروسيس هو توسع في حوض الكلية فهنا السؤال ليش صار عندنا هذا التوسع في حوض الكلية بعد البوست بارتوم هيمونيج من عنده فكرة عن موضوع شنو فكرتكم وين وين باليوريتر انت كلامك صحيح ومدام صار هايدرو نفروسيس نعرف ابستراكشن طبعا هنا لو قلت لك بايلاترال يختلف من قلت لك يونيلاترال هنا فكرة اكو ابستراكشن هذا شي مفهوم لانه مدام هايدرو نفروسيس يعني مدام انه اليورن دي يجمع هنان ومده يقدر يطيع راح يزداد معناه تأكو انسداد هذا كلام صح بس وين وين وليش وشنو المانجمنت هنانا الفكرة هذا السؤال راح يجاب خلال المحاضرة هذا السؤال لسألت لكم اياه لقيت لكم انه جدت مرأة بعد مصارعدها نزيف طبعا احنا ورا ما نزيف اش سوينا لها سوينا لها لليوتيريان آرتري تعرفون شي يمر من اليوتيريان آرتري قريب منه في هذه المنطقة قريب الفورنيكس اليوريتر الحالب اليوريتر اليوريتر هو شنو الحالب الي يجي من الكيدني حتى يوصل للمثانا اللي هي نتوضع اوامي يوترس احنا من نسوي من انتو تشوفون صور بالاناتومي تشوفون هذا لون مثلا لون اخضر او هذا لون احمر لكن في الحقيقة ترى من نسوي عملية جراحية كله يظهر تقريبا من نفس اللون لون على احمر على وردي هذه الطريقة وراح شوفكم صورة بالتالي احنا مرات منميز بشكل صحيح فهنانا ليش صار هايدرون افروسيز الجراح من دا يربط اليوتران ارتري بالغلط ربط شنو يوريتر وهذه اهم كومبليكيشن يسئلون عليها وهي العملية القيصرية وهي هذه العمليات اللي نسويها للبليدين المشكلة اللي تصير بالأبستركشن أو يوريتر طبعا هنا يونيلاترال اللي نحن من جهة واحدة سدينا فصار يونيلاترال فهنانا بش راح يصير هاي هنان عندنك الكلية بش راح يصير هنان اذا انت سديعته راح يتجمع راح يزداد الضغط داخل حوض الكلية راح يصعدنك هاي درون افروسيز ربطتوا الفكرة اكو واحد ما فهمها لو الكل فاهمها فهذا كلش مهم هذا الابروكسيميشن هذا التقارب الموجود بهذه الحالة كلش مهم راح اشوفكم بعض الصور بس شباب انتبهوا لي هذا ال يوتيروس هذا اليتيروس ال يوتيروس هنان عدنا الAvary هنان عدنا الFalopian tube وهذه الطريقة هنان مقابل ال يوتيروس شاكو بالانتيريار عدنا البلدر البلدر المثانئ هنان عدنا الفيجنة طبعا هنان عدنا الكليتوريوس وهنان عدنا ليباماجورة وليبامانورة لهذا جنيتيال Jegnia هنان عدنا الطبعا sigmoid column column هنا Thanksgiving هناك نقطة مهمة تشوفون هاي المنطقة الهنان هذا المكان هذه المنطقة اسمها ريكتو يوتران باوش أو باوش أو دوغلس من يعرف شنو أهمية باوش أو دوغلس هذه هذه المنطقة من يعرف شنو أهميتها حاولوا تستنتجوها تفضل كلامه صحيح مو بس الدم طبعا ممكن باص ممكن هواية أشياء تتجمع هي انتسة جاذبية أي شيء أسفل إذا جبنا مثلا قدح أو شيء دائما المارح يجي للمنطقة السفلة الجاذبية رح تجربها للأسفل فهذا الباوش أو دوغلس أو ريكتو يوتران باوش هذه المنطقة هي أسفل منطقة في حوض المرأة بالتالي إذا صار نزيف داخل الابدوميال كافيتي أو داخل البرتونيال كافيتي وين رح يتجمع بالباوش أو دوغلس يعني من أقول لك روح بالألترا ساون شوف لي أكو بلد بالبالبك ريجون وين تروح تباوع لأن إذا بلد قليل ما رح تلقى إذا تباوع لهنانا أو تباوع هنا يعني تنظر هنا وهنا لازم تجي بالألترا ساون إذا طبعا ترانس أبدوميال أو إذا ترانس فاجينال لازم تنظلي للباوش أو دوغلس لأنه هنا رح يجمع الدم في حالة إذا صار بص وراء أكو مرض بلفيك انفلماتري ديزيز التهاب الحوض رح يجمع هنا بص رح يجمع هنا الخراج أيضا بهذه المنطقة فمن يقول لك بالألترا ساون وين رح تروح لازم تروح لي على هذه المنطقة فهذه منطقة كلش مهمة أكو عملية نستخدمها لتفريغ هذه المنطقة اسمها كولدو سنتيسيز شنو كولدو سنتيسيز يعني نزح الدوغلرس باوش نزح نزح شنو معناته إنه تسحبه بنيدل أو تسحبه بشي نزح نزح عن طريق وين نسوي لكولدو سنتيسيز عن طريق الفيجاينا ندخل نيدل ونسحب هذا البص إذا صار في حالة بص ليش لأنه بدل ما نسوي عملية جراحية ونفتح الابدومينا الكافيتي ونحاول أو البالفيك ريجين نحاول نوصل لهذا المكان وتكون عملية ميجر نقدر بعملية بسيطة إنه فقط ندخل نيدل من الفيجاينا للريكتو يوتيران أو 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 ونسحب البص فشفتوش قد مهم لأنه هنا إذا أنت ما تعرف أو 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 أصلا وين راح تعرف بالألترسان وين راح تشوف ينفرض واحدة صار عندها بليدينج بوستبارتوم هيموريج أو أو إنه انفجر أو أو في حالة بالمرأة لما يصير عندنا اختراق للأبندكس إنه إنفجرت وين راح تتجمع السوائل اللي طلقت بالباوع دوغلوس راح تشوف سورة بالالترسان طبعا هنا هذا الدايفراقم هذا الدايفراقم شنو الدايفراقم هنا يسموها الفيتر ايناي وهنا هذي يسموها سفينكتر فيجينالي هذه المنطقة. هذي المنطقة شنه هي العضلات الموجودة بالاسفل اللي تحيط بالذكرة وباللون تنفسها. اللي تحيط فتحة التناسلية. هذه وظيفتها تضغط في المرأة بحيث راح من نشرح مواضيع متقدمة بالكونتنينس ومشاكل بالسلس البولي وغيرها. إذا يصر عندك ضعف بهذه المنطقة. اضافة الى بالولادة الها تطبيقات راح نشرحها بوقتها. لكن بس هالشكل ذكرتها نقابل فايدة. هنا انا انواع البالفوس راح نشرحها ايضا بالأبستاتريك. الانثروبويد والاندرويد. هذي كل وحدة اشكال مختلفة راح نشرحها بالأبستاتريك. هذا الالتراسامد. تشوفون هذا شنو؟ اليوتيروس. هذا اليوتيروس. طبعا هذا ترانس ابدوميلا. هنا اكو هنا البروب صاير. هنا المسبار اللي نشوف من عنده. هنا عندنا شنو؟ اليوتيروس. هنا اش اكو؟ هذي الدوغلاس باوش. باوش دوغلاس. هنا اش دا نشوف عندنا اكو تجمع للسوائل. طبعا لو كان بلوت كان بيين لون ابيض اكثر. لانه هنا تختلف الايكوجينيسيتي. تختلف توليد اللون. هذي راح ندخل بلاية رسالة اشرحها بشكل مفصل. ماليد ادوغكم بيها. لكن هنا اكو فلويد. فانت لو عرفت راح تعرف انه عندك بلايدينغ لنفرض. او عندك باس او عندك شيء. لانه لازم تعرف الدوغلاس باوش. اتصور راح اقف هنا وانطيقكم استراحة. وان شاء الله باشر ايضا انا احاول اكمل الانتوم.